يوم حياتك يلا نروح لكوكب تاني كلنا تقريبا محتاجين ان احنا نشوف الخلق الجميل اللي موجود في الكوكب دوت محتاجين نشوفه موجود على كوكب الارض لانه بكل اسف اصبح عملة نادرة في الكوكب بتاعنا دوت تعالى النهاردة نطلع يلا باسم الله ركبنا سفنت الفضاء نطلعين كلنا قربنا من الكوكب اللي عايزينه ايه الكوكب ده مفاجأة كبيرة جدا كوكب الامانة الله ما اجمل ان احنا نشوف ان في امانة موجودة بين الناس كلهم ان الامانة يا جماعة اصبحت عملة نادرة في الكوكب بتاعنا بكل اسف في ناس امناء لكن قليلين اوي محتاجين ان الكوكب كل يكونوا اهل امانة ربنا يجمعنا واياكم يا رب مع اهل الامانة واذكرك برضو بالحديث اللي هيقربنا من النبي صلى الله عليه وسلم انا اخبركم بأحبكم الي اقربكم مني مجلسا يوم القيامة قلنا بالا يا رسول الله قال احاسنكم اخلاقا فمن بين الاخلاق ومن اعظم الاخلاق خلق الامانة تعالوا بصرح حبيبي نشوف ونتعايش مع النجوم اللي عايشين في الكوكب الجميل دوت تعالوا نشوف اول اصر موجود في الكوكب دوت اصر سيدنا موسى عليه السلام سيدنا موسى اي نعم طب ايه الحكاية حكي لنا بصرح عشان نعرف سيدنا موسى ليه القصر بتاعه موجود في الكوكب دوت هقولك بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم فاكر حضرتك لما سيدنا موسى عليه السلام هرب من فرعون ودخل على اهل مدين اي نعم فاكر ربنا سبحانه وتعالى بيقول فجاءته طبعا هو لقى بنتين بيسقوا ومش عارفين يسقوا لان موجود الناس موجودين وهم ما بيخترتوش بالرجال فاستنى لما الرجال خلصوا وراح شايل لهم الحجر الكبير من على البئر وخلهم يسقوا وياخدوا الماء بتاعتهم ويسقوا الاغنان بتاعتهم فسألهما ما خط بكم قالت لا نسقي حتى يصدر العقو ابونا شيخ كبير المم سقى لهما وتولى الى الظل واستراح شويتين فجاءته احدهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت احدهما يا ابا تستأجر هي اصدها يعني يا ابا تخليه جوز واحدة مننا يعني يا ابا تستأجر ان خير من استأجرت القوي الامين الله قال ابن عباس فسألها ابوها وما يدريك بقوته واماناته يعني ايش عرفك ان هو القوي الامين قالت له اما عن قوته فقد حمل حجرا لا يحمله الا عشر من الرجال فعلا كان الحجر اللي موجود على البقر يا جماعة كان عشر من الرجال الاقوياء هم اللي بيحملوا الحجر دوت ومعدا ما مشوا وسقوا خلاص راحوا سدين البقر والحجر ومشوا وسابون فالبنتين لسا عايزين يسقوا فسيدنا موسى عليه السلام ما شاء الله يعني ربنا قال عنه ولما بلغ اشده واستوى الله اكبر خدت بالك فربنا اكبر ان سيدنا موسى كان قوي جدا باسم الله ما شاء الله فاخذ الحجر وشاله هكذا بقوة العشر رجال بفضل الله سبحانه وتعالى طب قال لها طب وامنته يعني انت شفت قوته في انه شار حجر بيشيروش غير عشر من الرجال الاقوياء وامانته عرفت منين قالت لما اردت ان اذهب به الى البيت فمشيت امامه فقال لا بل كوني خلفي واحذفي لي بالحصا يمنة ويسرى حتى اعلم الطريق حتى لا تأتي الريح فتكشف ما لا ينبغي ان ارى صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى من قول العزم الخمسة صلى الله عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام فكان سيدنا موسى بهذه الامانة العظيمة له قصر عظيم في كوكب الامانة عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام يا ترى ايه القصر التاني اللي موت كمان بجوار قصر سيدنا موسى فاكر حضرتك التلاتة اللي دخل الغار والحدث البخار يا مسلم دخل الغار عشان الدنيا كبت مطر فدخلوا عشان يعني يقوئ الى الغار من المطر ده حد من المطر يخلص شويتين صخرة من الجبل انحضرت ونزلت نزلت لحد ما سدت الفتحة بتاعت الغار التلاتة قالوا طب هنعمل ايه فوجئ واحد منهم قال انه لا ينجيكم اليوم مما انتم فيه الا ان تسألوا الله عز وجل بصالح اعمالكم وضمن عقيدة اهل السنة والجماعة انه يجوز ان نتوسل الى الله عز وجل باسمائه الحسنة وصفاته العلاو باسمه الاعظم وباعمالنا الصالحة قد تبالك فواحد منهم توسل الى الله عز وجل بامانتي قال يا رب انا استأجرت في يوم من اليوم اجراء عشان يشاروا في الارض عندي وكل واحد في يوم بدته الاجر بتاعه الا واحد بس رفض الاجر بتاعه اللي هو فرق من الارض من الارض ومش هو ساب قال انا عملت ايه بقى نميت له هذا الارض وقعدت بقى ابيع واشتري فيه وقعد حدا ما ربنا اكرمني من وراء فرق الارض ده خليت بعد كده بالفلوس او العائد او الربح اللي جي من وراء خليت له ما شاء الله وادم من الابل والبقر والغنم فجي الراجل بعد فترة افتكر الاموال بتاعته او افتكر الاجر بتاعه فجاء اليه وقال اتق الله ورد اليه اجري قال ما ترى امامك من الابل والبقر والشياه هو لك قال لا تسخر بي او لا تستهزي بي قال والله لا استهزي بك لقد نميت لك مالك حتى اصبح بهذا الوادي من الابل والبقر والغنم الراجل راح واخد كل توت وماشي فقال رجل اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا هذه الصخرة فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون بفضل الله سبحانه وتعالى حد فيكم متخالي جماعة ان واحد جيش تغل عندك وكان اجره عشر جنيه رافض ياخد العشر جنيه ومشي فانت رحتوا مشغالوا العشر جنيه ديت وبقت عشرين جنيه شغلت العشرين جنيه بقت خمسين الخمسين بقوا مية المية بقوا ألف الالف وبقى موت ألف الميت ألف بقوا مليون فجالك بعد عشر سنين بيقولك اتق الله ودينا العشر جنيه بتاعتي فقلت له بص حبيب قلبي العشر جنيه بتاعتك انا ثمرتها لك فبقت مليون خد المليون دولت قلت لك انت بتستهزق بي ولا ايه يعني انت يعني اخدت بالك فقلت له لا والله انا ما بستهزقش بيك والله العظيم العشر جنيه بقت مليون خد المليون فخد المليون ومشي فأنت وقعت في أزمة فقلت يا رب إن كنت تعلم والله أعلم سبحانه وتعالى أني أخلصت النية في أن أنا أعمل الخير ده فيا رب خرجني من الهم ده هيخرجك من الهم ده ده كان القصر الثاني في كوكب الأمانة القصر الثالث لواحد يمكن كلنا عارفين قصته وقصة مشهورة جدا لقصة رواية البخاري الرجل ده رجل من بني إسرائيل النبي حبيبنا اللي هتصلى عليه صلى الله عليه السلام هو اللي حك resultados راجل من بني إسرائيل راح يسترف من واحد تاني راجل فاضل جدا وطيب جدا راح يسترف منه ألف دينار ألف دينار ده مبلغ كبير جدا ألف دينار يعني مبلغ نار بده يساولوه حوالي مليون جنيه مثلا فرح تسترف منه ألف دينار ولا حتى عشر تلاف جنيه ولا حتى مية ألف جنيه راح يسترف ألف دينار فالراجل وافق مفيش مشكلة عندي بس قال له ايه بكفيل فقال كفى بالله كفيلا قال رضيته بالله قال له طب اقتيني بوكيل واحد يعني يكون يعني يوم ما انت تعجز عن ان انت تسد يسد عنك فقال كفى بالله وكيلا قال رضيته بالله قال اقتيني بشهيد طب عايز واحد بس حتى يشهد ان انت خدت مني الفلوس ديت قال كفى بالله شهيدا قال رضيته بالله شهيدا ووكيلا وكفيلا الله شفت الايمان شفت قديه راجل فاضل شفت قديه راجل سمح ما شاء الله طب متى موعد أداء الأمانة قال له مثلا يوم واحد شعبان يوم واحد رمضان يوم خمسة سبتمبر يعني حدد له معاه في يوم الموعد أداء الأمانة هذا الرجل كان عايش في قرية والتاني عايش في قرية تانية بينهم وبين بعض كان فيه بحر فلازم يركب مركب علشان يعبر على المركب دي ويوصل لإيه للبلد التانية في اليوم دوت هاجة الريح وكانت الأمواج عالية وكل السفن اللي موجودة والمراكب اللي موجودة في المكان دوت تعطلت عن السين وما حدش يقدر يعد وإلا السفنة دي تغرأ ماذا يصنع الرجل عايز يوصله الألف دينار بأي طريقة بيقول يا رب هذا الرجل قد يظلن بي سوءا يا رب سألته ألف دينار قال لي ايتني بكفيل أو شهيد أو وكيل وقلت له كفى بالله شهيدا ووكيلا وكفيلا ورضي بك يا ربي شهيدا وكفيلا ووكيلا اللهم لا تخزيني عند هذا الرجل طب أعمل إيه فرح جاي بحتة خشبة شوف التصرف يعني هدا تفكيروا لهذا التصرف جاي بحتة خشبة وقعد ينقر فيها كده في النص لحد ما عمل فيها إيه فراغ كده من النص وراح حط الألف دينار في كيس وراح حاش الكيس جوه الخشبة واستودع الله عز وجل هذه الخشبة وراح رميها في البحر الخشبة دي يقينا يا جماعة لازم هتضيع صح كده تخيل حضرتك كده إيه قعد مثلا في البحر الأحمر وعايز توصل الخشبة لواحد في جدة ناحية تانية في السعودية فهل تتخيل حضرتك أن أنت لما ترمي الخشبة دي في البحر عند البحر الأحمر هل يقين أنها توصل لصحبك إنما جد في الجدة لا طبعا إنما ممكن تمشي بالطول لحد ما توصل اليمن وممكن توصل لأي مكان تاني خالص وخبار حضرتك لكن يقينه في الله خلى رميها في الخشبة رمي الخشبة رمي الخشبة والخشبة فضلت ماشية برعاية الله وحفظه وكلاءته إلى أن وصلت للشاطئ الآخر إن المعاية الكاملة بقى ووصل للشاطئ الثاني على الشاطئ الثاني الراجل الثاني اللي سلفه ألف دينار واقف بيقول يا ربي رضيته بك شهيدا وكفيرا ووكيلا والرجل الذي أعطيته المال خان العهد وأنا في حاجة إلى مالي يا رب يا ربي رد إلي مالي الراجل حزين جدا بيقول له يا ربي في نفس المعادة الراجل اديته الفلوس وداني المعادة لشي يردلي الفلوس وأنا محتاج فلوسي النهاردة محتاج أرجع لولادي يجبلهم أكله وشربه والرجل سلفته وغدر بي وبعدين فجأة الراجل استرجع وقال إنا لله وإنا إلي رجعون سعلان وفجأة لقى الخشبة ديت بتتهادى كده على الأمواج ووصلت للشاطئ فقال مدام مفيش فلوس ومفيش أكل ومفيش حاجة أخد الخشبة ديت وأطعها حتت وأعود أولع فيها النار ونتدف أنا وولادي في البرد دوت خد الخشبة ورجع البيت أولاده فين الأكل يا أبي فين الفلوس فين فين قال لهم إنا لله وإنا جعون الرجل خان العهد ولم يأتي بالمال ورح قال لهم طب ندفع الخشبة ديت عشان البرد الشديد اللي احنا فيه أولادي وبدأ يقطع الخشبة يقطع الخشبة فجأة لفت نظره إن الخشبة جواها كيس بيطلع الكيس لقى فيها ألف دينار وغواها رسالة بيقول له صاحبه اللي استلف منه الألف دينار قال يا أخي والله التمست مركبا حتى آتي إليك فأرد الأمانة فلم أجد مركبا بسبب شدة الريح وهياج الأمواج فلم أستطع أن آتي إليك فألقيت المال في الخشبة رجاء من الله أن يوصل إليك هذه الخشبة فإن وصلتك فبها ونعمة عين وإن لم تصل إليك سآتي إليك بألف دينار أخرى فالراجل بكى وفرح قوي قوي بإن التاني ما كانش خائن ولا حاجة ما غادرش بيه بالعكس دداله الأمانة وجبهاله لحد عنده ولكن عن طريق الخشبة خد الألف دينار ورح اشتلق أكله وشرب وجه لولاده بالأكل والشرب وأطع الخشبة وولع ناره ودفه وكاره وشربه في اليوم التاني شوف الأمانة وصلت درجة إيه الراجل اللي استلف منه ألف دينار خد ألف دينار تانية وأجر مركب تانية ورح لحد عنده وقال له يا أخي هذي ألف دينار جزاك الله عني خير الجزاء هو ليه رح له بألف دينار تاني لأنه يقينا عارف إن الخشبة لا يمكن تكون وصلت فقال له يعني أنا أراميت الخشبة وصلت موصلت ما وصلتش لازم أرد الألف دينار فرح له بالألف دينار التانية وقال له خذ يا أخي قال لا والله يا أخي قد أدى الله عنك وقد وصلتني الألف دينار سيد أبو هريرة بيقول لك كنا نعود إحنا والصحابة بقى ونعود نقول يا ترى مين فيهم أعظم إيمان وأمان من التاني يا ترى الرجل اللي سلفه ورضي بالله كفيرا وشهيدا ووكيلا ولما قالوا المال يعني قالوا لا دا المال وصلني ولا التاني اللي وصله لألف دينار في الخشبة ورحله تاني بألف دينار رجاء أو خوفا من إنه يكون الألف دينار اللي في الخشبة ما وصلتش إليه مثال عظيم قوي قوي في الأمانة مثال لا يخطر على قلب بشر مثال تاني عجيب جدا جدا برضو لا يخطر على قلب بشر قصر واحد الرجل الرجل دوت في الصطوة عجيبة جدا أنا حكيتها قبل كده لكن معنش محتاج أحكيها مرة تانية رجل اللي راح يشتري والحديث بالبخاري ومسلم أيضا راح يشتري أرض من واحد صاحبه فلما اشتهر الأرض يعني بمبلغ معين فاشتهره وخلص وبدأ يشتغل في الأرض عشان يزرعها وهو بيشتغل في الأرض يا جبعة الخير فجأة سمع صوت غريب وهو بيضرب بالفاس كده سمع صوت حاجة كده زي حاجة كده يعني صلبة فبيحفر بالراحة فلقى جرة كبيرة بيفتح الجرة اللي لقاها كلها مليانة ذهب الله إيه ده؟ إيه اللي جابت ذهب في الأرض دي؟ راح واخد الجرة كلها وهي مليانة ذهب وراح للرجل اللي اشتري منه الأرض قال يا أخي اشتريت منك الأرض ولم أشتري منك الذهب هذا الذهب من حقك قالوا لا والله أنا بعت لك الأرض بما فيها فهذا الذهب حلال عليك يا سبحان الله قل للتنين قاعدوا يا تركش يقولوا لا الذهب بتاعك التنين يقولوا لا الذهب بتاعك انت اللي اتنين بيتخلقوا مش من أجل هات ولكن من أجل خد عمرك شفت المشهد ده يا أخي وحبيبي واحد بيتخلق مع أخوه مش عشان يقولوا هات فلوس أو هات الذهب لكن من أجل نقولوا خد الذهب خد الذهب سبحان الله فالتنين قالوا خلاص نتخاصم عند القاضي ونروح لحكمه فينا فذهب الاتنين إلى القاضي القاضي استغرب في حد في الدنيا بالأمانة دي واحد لقى جر الدهب في الأرض بدل ما يكتم عليها وقال الحمد لله يا رب رزقه انساقاه الله عز وجل إلي واحد تاني بيقوله لا 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 ده الدهب ده بتاعك أنا بعتلك الأرض بلي فيه فقال لهم إيه هل عندكم الأولاد فواحد منهم قال له أيها ده أنا عندي غلام كبير ما شاء الله شاب بدرقتي والتاني قال له أنا عندي جارية عندي بنتي ما شاء الله يعني برغت سن الزواج قال زوج الغلام للجارية وأنفقه عليكم جميعا من تلك الجر من الفهم الله كان لي أصر وللتاني لي أصر في كوكب الأمانة لكن أعظم قصر زي ما بنقول وهنقول دايما ودايما هنقول أن أعظم قصر كان للصادق الأمين بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم كفار كوريش كانوا بيرقبوا النبي فاكر حضرتك طبعا كانوا بيلقبوا النبي قبل البعث بإيه يا جماعة كان يقول الصادق الأمين ده مين كان بيقول كده عنه ده أبو لهب وأبو جاهل نفسه اللي اتنين كان بيقولوا عن النبي أنه صادق الأمين صلى الله عليه وسلم فاكر حضرتك يوم من النبي تجوز من أمنا خديجة كان السبب إيه كان السبب الأمانة الأمانة اللي شفتهم النبي كان أمين جدا جدا فوق ما يخطر على قلب بشر أمنا خديجة كانت تاجرة تتاجروا رضي الله عنه ورضها بأموال وكانت تعطي التجار وكانت تضرب لهم سهما في هذه التجارة ويروحوا يتجروا بالأموال أمنا خديجة ويروحوا لليمن ويروحوا للشام فسمعت عن أمانة النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه وطلبت منه أنه يخرج في تجارة لها إلى الشام وأخرجت معه غلامها ميصرة ليه ميصرة يخرج مع النبي؟ علشان يراق كان لسه النبي ما بقاش نبي كان لسه قبل البعثة الكلام ده فعشان تراقب النبي وتشوف فعلا وتتأكد فعلا أنه أمين غلام ميصرة رأى أحوال من النبي عجيبة جدا رأى أمانة لا تخطر على قلب بشر فوق ده كله لقاه لقى النبي عسيم خايف على تجارة أمنا خديجة كان التاجر اللي بيطلع بتجارة أمنا خديجة قبل كده كان يروح يبيع البضاعة في بلاد الشام ويرجع لها بالفلوس وياخد النصيب بتاعه النبي ما عملش كده النبي راح باع التجارة بتاعتها في بلاد الشام وكان أمين جدا في البايع والشراء وبعد ما باع وحصل الفلوس اشترى تجارة أخرى من بلاد الشام وجيه باعها في مكة وراح ادى الخديجة رضي الله عنه ورضاه ادالها بقى الربح مضاعف ما شاء الله بدل ما كان بيربح بس في اتجارة الشام مثلا خمس تلاف دينار لا رجع كمان جاب بضاعه من الشام فربح كمان خمس تلاف دينار فبقى عشر تلاف دينار فوق ده كله النبي هو راح بلاد الشام قعد أو استظل تحت ظل الشجرة فجيه واحد من الرهبان وكلم ميصرة قال له ما جلس تحت ظل هذه الشجرة إلا نبي ما فيش حد نزل وقعد تحت ظل الشجرة دي إلا إلا نبي فميصر راح قال لأمنا خديجة عن الأمانة والكرامة العظيمة اللي شافها للنبي صلى الله عليه وسلم فرغبت أمنا خديجة رضي الله عنه وارضاه في أن تتزوج من النبي وعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال نفيسة بنت ملبه رضي الله عنه وارضاه التي ذهبت وعرضت الأمر على النبي وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا خديجة التي أنجبت له كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ومشي وهو أبو بكر وما حد شايفه طب ليه نيم عليه ابن أبي طالب مكانه ليه نيمه مكانه حتى لو كان سيدنا عليه مش يحصل له أي مكروه ليه برضو نيمه مكانه عارف ليه لأن كفار قريش على قد مكانه بيحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم على قد كده لما كان حد فيهم يكون عنده حاجة غالية أمانة غالية فلوس حاجة كنز حاجة أي حاجة غالية ما كانش يقامن عليها حد أبدا إلا النبي شوف التناقض الغريب هو بيحاربوا وعايز يقتله وبيئذيه وبيقول عنه كلام مش كويس بيقول عنه أنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون ورغم ده كله لما كان يعوز يشيل حاجة غالية ما يليش حد أأمن من النبي فالنبي نيم عليه قال له يا علي نم في مكاني ورد الأمانات إلى أهلها حتى لا يظنوا أني قد أخذت ودائعهم وهربت بها إلى المدينة أو إلى يثرب عمرك شفت أمانة بالمنظر ده أمانة مع من يا جماعة؟ مع أعداء كفار بيكره النبي وبيضبر المؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك حبيب صلى الله عليه وسلم كان بيستعيز بالله من الخيانة اللي هي عكس الأمانة قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسناد الحسن وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة يا الله من ضمن الأمانات المفقودة في الزمن ده حفظ الأسرار حفظ الأسرار من الأمانات يا جماعة بعض الناس فكر الأمانة في الفلوسه بس لا دا حفظ الأسرار أيضا من الأمانة تعال شوف معايا الحديث الذي أدروا قال بخاري أن سيدنا عمر بن الخطاب لما تأيمت حفظة بنت عمر ومات زوجها ذهب عمر ليعرض حفظة على أبي بكر فأبو بكر لم يرد عليه يعني عمر بن الخطاب بيقول له يا أبا بكر ما رأيك هل لك في حفظة أجوزها لك فسيدنا أبو بكر ما ردش عليه فراح سيدنا عمر للسيدنا عثمان بن عفان فقال يا عثمان هل لك في حفظة تحب تتجوز حفظة فعثمان بن عفان رد عليه رد دبلوماسي جميل جدا قال إني أرى ألا أتزوج في يوم هذا أنا مش عايز يجوز النهاردة وخبالك فغضب سيدنا عمر الخطاب من أبو بكر ولم يغضب من عمر زعل جدا من أبو بكر اللي ما ردش عليه بعد فترة تزوج النبي صلى الله عليه وقاله وسلم من حفظة فلقي أبو بكر عمر فقال يا عمر لعلك وجدت علي في نفسك يعني لعلك أنت تكون ادئتي مني لما عرضت علي حفظة ولم أرد عليك قال أجل وجدت عليك في نفسك كانوا صرحاء يا جماعة كانش فيه بقى يعني مداهن صحابة رضي الله عنه وارضهم قال أجل وجدت عليك في نفسي فقال أبو بكر أما إنه والله ما منعني أن أرد عليك إلا أني سمعت النبي يذكرها صلى الله عليه وسلم يعني النبي على السلام في جلسة من جلسات قال أنا بفكر إن أنا أجوز من حفظة قال أبو بكر فكرهت أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي لا تزوجتها يعني اللي منعني أن أرد عليك ساعتها لو قلت لك أنا مش هتجاوزها طب ما يمكن النبي ما يجاوزهاش فأنا هتجاوزها ولو قلت لك هتجاوزها ما ينفعش أقول هتجاوزها إذا كان النبي أصلا قال هتجاوزها فما منعني إلا أنني خشيت وأن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف أصر مين تاني كمان موجود في الكوكب الجميل ده اللي هو كوكب الأمانة أنس بن مالك أنس بن مالك كان خادما عند النبي عشر سنوات والحديث له مسلم إن أم سلمة لأم أنس بن مالك لما وصل النبي من المدينة ما من أنصارين إلا وأتحف النبي بهدية قالت فما وجدت هدية أغلى من ابني أنس فذهبت بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له يا رسول الله هذا أنس خادم عندك يا رسول الله فقال أجل فرضي أن يخدمه أنس عاش عنده عشر سنين يخدمه يقوله فما قال لي أف قط صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام كما في الحديث الذي هو مسلم أرسل النبي أنس بن مالك في حاجة راح يشتره حاجة فذهب وتأخر فقابله النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما ذهبت لحاجتي يا أنس فقال أجل يا رسول الله أنا أذهب تأخر أنس على أمه أمه مسلم فلما ذهب إليه قالت ما الذي أخرك يا أنس قال كنت في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت ما هي؟ قال إنها سر قالت أجل لا تخبر أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال نشوف قصري من تاني كما وف في الكوكب ده قصر عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود الحديث له أحمد بسند صحيح إن النبي هو أبو بكر مروا على ابن مسعود كان الكلام ده قبل البعثة فمروا على ابن مسعود فوجدوه يرعى الغنم لعقبة بن أبي معيت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هل عندك من لبن؟ فقال إني غلام مؤتمن مقدرش إن أنا أحلب لبن أبدا لإني غلام مؤتمن على هذه الشياء فمقدرش فقال هل عندك من شاة لم ينزوا عليها الفحل؟ يعني عندك شاة لم تبلغ يعني لسه لا تخرج لبنا قال أجل قال أتيني بها فأتاه بي شاة صغيرة فوضع النبي يده على ضرع الشاة وسمى باسم الله وبارك فامتلأ الضرع باللبن فأمر أبو بكر أن يأتي بصحفة فجاء بها فحلب فيها اللبن وشرب النبي وشرب أبو بكر وشرب عبد الله بن مسعود ثم قال النبي وما زال الضرع يعني يفيض باللبن فقال النبي أقلص فعاد الضرع كما كان لا يخرج لبن أبدا فتحجب ابن مسعود فقال يا عم علمني من هذا الذي صنعت فتبسم النبي وقال لابن مسعود إنك غليم معلم فلما سمع ابن مسعود بعد ذلك ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وأسلم ابن مسعود تعالوا نشوف آخر بقى قصر جميل جدا جدا قصر عبد العامر بن عبد الله التميمين سيدنا سعد من أبو القاص في معارقة القادسية لما غنم بفضل الله سبحانه وتعالى غنائم عظيمة جدا وأخذوا أموال عظيمة من قصر كسرة فجاء واحد هو محدش يعرف اسمه جاء رجل بكنز عظيم فيه أغلى أساور وأغلى مجوهرات لكسرة فقال سعد من أبو القاص من أين أتيت بي قال في موقعة من القادسية يعني حصلت على هذا الصندوق قال أما أخذت منه شيئا قال غفر الله لك والله لكنوز كسرة وقيسر وكنوز الدنيا كلها لا تسوي عندي قلمة زفر والله لو لله ما أتيتكم به قال من أنت يا رحمك الله قال لا أخبركم باسمي حتى لا تحمدوني ولكن أحمدوا الله عز وجل الذي جعل تلك الأمانة في قلبي فأرسلوا رجلا خلفه يسأل عنه فعلموا أنه زاهد البصرة عامر بن عبد الله التميم أخويا وحبيبي أختي الفاضلة النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا برد الأمانات قال صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة كان من بينها وأدوا إذا أتمنتم قال صلى الله عليه وسلم أدل أمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق الثلاثة كان من بينها وإذا أتمن خان قال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أخويا وحبيبي عايز أقولك في الآخر إن ضياع الأمانة من علامات الساعة من علامات الساعة الصغرى قال صلى الله عليه وسلم أول ما تفقدون من دينكم الأمانة قال صلى الله عليه وسلم حينما سأله الرجل كما عند البخاري مات الساعة فسكت النبي ثم قال من السائل قال أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال وما إضاعة الأمانة قال إذا وصد الأمر لغير أهله فقد ضيعت الأمانة وانتظر الساعة النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد بسند صحيح سيأتي على الناس سنوات الخدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الروايبضة قال وما الروايبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام أخي وحبيبي جملة أخير عايز أقول لك اللسان أمانة صحتك أمانة شبابك أمانة زوجتك وأولادك أمانة وظفتك أمانة علمك أمانة والإسلام أمانة إواع تلقى الله وإنت خائن للأمانة خلك أمين في كل حاجة أمين في المال أمين في العلم أمين في لسانك أمين في صحتك أمين في وظفتك أمين على زوجتك وأولادك أمين على دينك ربنا يحفظنا وحفظك ويجمعنا وإياكم مع أهل الأمانة عشان نبني نفسنا قصر في كوكب الأمانة تعالوا نركب سفينة الفضاء ونرجع مرة تانية عشان نلتقي بكرة إن شاء الله مع كوكب جديد وخلق جديد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته استعد معنا يلا وملا قلبك بالأمانة كوكب الأرض في زمناك ضيعه فيه المعانة لو تحب تشوف وتسمع صوت بلا له جاي تاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لك وكبتان اشتركوا في القناة